مرت مئة يوم على تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الرئاسة دون أن يتمكن من تحقيق أبرز وعوده الانتخابية تفاصيل أوفا في هذا التقرير تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنجاز 12 هدفا في أول مئة يوم من رئاسته إبان حملته الانتخابية وهو تقليد درج عليه الرؤساء الأمريكيون منذ عهد الرئيس روزفالد ومن المعروف تاريخيا أن معظم الرؤساء حققوا أفضل إنجازاتهم بعد مرحلة المئة يوم كقانون الرعاية الصحية الذي أنجزه الرئيس أوباما في يومه الثامن والعشرين بعد الأربعمائة أو مضطر لمواجهته ليدرج ضمن إنجازاتهم كما حدث مع الرئيس جورج دابليو بوش إثر هجمات سبتمبر التي طبعت مرحلته الرئاسية والتي وقعت في اليوم الخامس والثلاثين بعد المئتين من رئاسته ومع ذلك تبقى لهذه المئة يوم الأولى أو مصطلح على تسميتها بشهر العسل ذي المئة يوم أهمية خاصة لدى المتابعين والمحللين لأنها تظل علامة على الفترة الرئاسية بأكملها غير أن هذه الفترة سجلت أكبر إخفاق لترامب متمثلا بفشله في إلغاء قانون الرعاية الصحية لسلفه باراك أوباما والمعروف بـ أوباما كير على الرغم من الأغلبية المريحة التي تمتع بها ترامب في الكونغرس كما أنه فشل أيضا في تحقيق وعده بسحب قانون الإصلاح الضريبي وفي المقابل تمكن من إقرار ميزانية وكالة الفضاء الأمريكية ناسا التي تبلغ 19 مليارا ونصف المليار دولار كما تمكن من إيقاف عشرة قوانين مهمة وضعت زمن أوباما ومن الواضح أن ترامب لم يحقق جل وعوده التي وضعها في حملته الانتخابية فبدلا من وعوده المتعلقة بالتصادم مع الصين حل محلها رؤية متوازنة حول التعاون معها اقتصاديا وسياسيا وبدلا من وعوده حول سحب بلاده من التعهدات الأمنية والاقتصادية التاريخية في العالم كالناتو ونافتا والشراكة عبر المحيط الهادي عاد ليؤكد أهمية بقاء الدور الأمريكي لحماية الأمن والسلام الدوليين جاعلا من بلاده ضامنة لحقوق الإنسان في العالم بعد ضربته الأخيرة لسوريا وبالرغم من أن القبول الأمريكي برئاسة ترامب قد انخفض نحو 4% منذ توليه الرئاسة فيحق للشعوب التي تعيش في هذا المجتمع الدولي أن تتساءل هل كان من الأفضل لو حقق ترامب عوده؟ أمن البشرية أكثر أمنا وأمانا بإخفاقه في تحقيقها